مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشنال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك أنا معكم حسين خريس وروات جرمانوس من أمام الحضانة التي أقفلت الحضانة اللي اسمها جارد ريف يعني الاحتفاظ بالأحلام وهي فعلا كانت بالنسبة للأطفال اللي شفناهن عم يتعنفوا كانت أكيد أكتر من كوابيس طبعا هايدي الحضانة مقفلة اليوم موضوع إداع الأطفال لدى الحضانات رجع شكل قلق كبير عند الأهالي الأهالي يلي صاير عندهم إشكالية كبيرة وصراع بيعقولهم بأنه هل بيقدروا يتركوا أولادهم لحتى يروحوا يشتغلوا ويعيشون أو بنفس الوقات بدون يحافظوا على صحة أولادهم النفسية والجسدية نحنا من أمام الحضانة اللي تسكرت بالشمعة الأحمر ما بعرف إذا بتبين عبر عدسة الزميل رواد جيرمانوس الحضانة فورا القاضية نازك الخطيب أعطت الأوامر لفصيلة الجديدة بالتحرك لحتى تتوقف جيني الخوري الحلو وأيضا لتتوقف المديرة مديرة الجردوري توني مهنة نحن بدنا كمان نعرف عن الإنساني اللي صورت هيدا الفيديو اللي بتشتغل داخل هالحضانة وصورت هيدا الفيديو وهي اللي سربت الفيديو للأهالي حماية للأطفال لذلك يمكن لهلأ منجب اسمها وكأنه السلطات طبعا بدأ تحميها باعتبار أنه سربت هيدا الفيديوات لحتى تحمي الأطفال بدنا نشوف آخر المستجدات مع أحد أهالي الأطفال يلي كان موجود يلي هو موجود هون واللي حاطت ابنه بهايدي الجردوري بيار موسى مرحبا يعطيك ألف عافية كيف تلقيته الخبر وشو الإجراءات اللي عملتوها وهلأ كيف تكركبت حياتكم من بعد هالموضوع خصوصا أنك قلتلي بأنه ابنك رب يحفظه بأنه بيضلوا لساعة خمسة ونص هون لأنه لمدعم تشتغي منه صراحة تلقينا صدمة عمرنا يعني صدمة حياتنا هايدي عساس كل شي منيح ماشي بالجردوري وكل شي زفا وهيكي حتى المعلمة اللي بتعتبر هي عم تحضلنا أولادنا طلعت سفيها وهي كانت ممثلة بارعة إذا بدك يعني تستقبلنا بكل احترام بكل مواد بوجباشوش بأخلاق عالية بس نوصل تاخد السابة تحضنو تبوسو تعمو الكزا كله تبين كله تمثيل وكله مش مزبوط يعني وتبين تطلعت سفيحة ودك يعني دمرت لنا دمرت لنا نفسياتنا دمرت لنا نفسيات ولادنا يعني صرنا عنا شك بكل شي وان بقى بنا نحط ولادنا هذه الحضانة المفروض هي الحضانة تحتضن أولاد أطفال براعم عم يربوا ما عندهم ما إن قدرين دافوا عن حالهم يعني كيف هني كيف هي هالإنسانية اللي راحت منها يعني الإنسان إذا بدفعوا الإنسانيته بهالشكل هذا بيصير أجال كن حيوان والحيوان مفروض ينحط بمطرح زريبة بمطرح ينربط تحت يتعالش تحت يربى تحت يتحكم تحت ينحبز يمكن ده المدى الحياة تبقى مدى الحياة الشي اللي عملته فضيع جدا ما بيتقابل ولازم ينزل فيه أشد العقاب كم حقدا من الأهالي تفضل ما كم حقدا من الأهالي مبارح توجه لفصيلة الجديدة وأخدوا إفاداتكم شو سألوكم أكتر شي يعني كيف أخدوا إفاداتكم شو سألوكم أكتر شي وليش ودغري برأيك تحركوا صراحة نحنا وقت أنا أخدت الفيديوهات وراحوا تسال بالأهالي ع بيتي وعدنا صارنا نتحدش وبدن نعمل أو الخطيب لنعملها دغري قالنا لازم نحكي مع الدرك نتصل بالدرك ونشوف شو بدنا نعمل وقالونا لازم تطلعوا ع بعبدة نعمل شكوى ببعبدة ومنبعبدة بيحولوها هني على عجدايدي عسرية عجدايدي وهيدا اللي عملنا طلعت أنا وأحد الأمات يلي هني من الولاد اللي يتعنفوا النازلين على السوشيال ميديا يلي هي كريستين أمه هيدا كانت منهارة صراحة يعني منهارة وعت عرفت شافت الوعب بالأرض ومعت في حدا يعني هيدا اللي كانت عم تحط لبنتا الأكل بالأو 100% هيدا وعب بالأرض كريستين أمهارة وعب بالأرض ومعت فيها يعني راحت المهم هي أثارت أنه هي بدأ تكون موجودة بالتطلع معنا هي وجاوزة وطلعت أنا وياها وجاوزة وطلعنا عب عبدالله فاق عملنا الشاكوى وقدمناها فاق وضغري الله خير اللي عم تاخد الشاكوى عرفت أنه في بيبيات وشوفينيها أنه في آآ فيديوويتو هايك بعد ما كان حدا يعرف شيء آآ شوفينيها في فيديوويتو هايك آآ في داري على السريع هي فيت لعند القاضية وداري القاضية لعند آآ شو اسمه؟ المدعي مدعي اللي كانت موجودة فيه المدعي العام وآآ وعملت الإجراء الليزم داري على السريع ماضيته وقالتنا حاولتنا على فصيلة جديدة اللي هوني هلا نحن لازم ناخدها بليات حتى تكون شغالي سريعة لانو بتعرض جراءات الدولة الليبنانية يعني بتاخد وقت من يوم لأيوم تتوصل للا هيدا بده وقت يعني وفيه وليد عم يتعنفو هوني ما فينا ننطل داري انا يا صراحة عملنا الليزم جان حكينا مع الودي نحنا بدنا شيء سريع وكذا وهي داري على السريع أخدنا الاوكي وأخدنا الملف ونزلنا بإيدنا الدعوية نزلناها بإيدنا ونزلنا داري ديريكت على الجديدة على فصيلة الجديدة وصلنا على الجديدة ما بعرف شو بدي يقلك شي بيبكي يعني نضحك ع حولنا عن نضحك ع دولتنا أنا ما بعرف شو لأينا الكهرباء مقطوعة الضبط في اللي عبايته بده يفلي محد حضو فيه نسوصلنا الساعة اثنان آآ لطبع القلم ما بيقدر هلا ما في كهربط عيه يكتوب ويعمل ومدري شو المهم تلسلنا شوية معهم بالحاكي انه فيولاد لتلهم فيولاد بالجرديري عم تتعذب ما فينا نتركن قول اي شو بدنا نعمل نحن ما قدرين نعمل شي هلا بدنا لبكرة لبعد بكرة تنقدر نتصرف فيولاد عم تتعذب البلجرديري ما فينا نطر لبعد بكرة ولا بكرة ومدري شو قول بيطلع هيدا طبع الألام بيقلنا اي ونحن معنا خمسة عشر يوم بتحقلنا نتصرف معنا خمسة عشر يوم بتاع نقدر نتصرف فينا ساعة البدنا نتصرف في خلال الخمسة عشر يوم قلت له لا ما فيك مش مظبوط حديثك انا عم شوف في فيديووات عم تتعنى في الولاد ما فيك تلي خمسة عبكرة هلا هلا بكتصرفوا هلا بها اللحظة عملنا كل شي سري نحن حتى نوصل تجي الدولي لهون طب ونطر يتخذهم شكل مفاجئ مفاجئ مخلائنا حدا يعرف نهائيا قبل ما تنزل على السوشيال ميديا قبل كل شي يعني مهم ما وصلنا لنا تيجي قول بكرة او بعد بكرة النيلون طيب شو بدنا نعمل اه الا بها الوقت هيدا في احد الاهالي مع تحمال دولي نتزل على السوشيال ميديا ومجابا نتزل على السوشيال ميديا ساعتها صار تحركت الضباط والاستقصى والتحمال هدا الحادة بالدولي البنية ما تحرك متل ما شفتو وزارة الصحة كما يفيد بالموضوع اليوم وزارة الصحة شو قالت انه شو بدت نعمل الاجراءات هلا فيما يخص يعني هل بدون يعني ما بعرف الاهالي يمكن طالبوا انه بيوضع كاميرات بكل الحضانات لحتى الناس تشوفوا وليدها شو عم بصير معهم تكي بتكي وقلا ما بقفي ساعة هي الكاميرات بالاساس كانت موجودة الكاميرات كانت موجودة بالقراديريات البنين كلها العالم بتشوف لايف شو عم بصير مع ولادهم كيفية عملهم معهم فاجأتان بسحر سحر توقف هذا الموضوع اخذ ارار من وزارة الصحة ووقفوا هذا الموضوع الممروعة بقال الاهالي يشوفوا الولادهم موكي ماشي الحال مرأت بس الموضوع وين انو وزارة الصحة بس بدأ تعمل تفتيش تجي بتخبر اصحاب القراديريات انا جاي نعمل تفتيش عن الكون انتبه يمكن مش الوزير بس الاكيب الموجود اللي عم روح يعمل تفتيش طب كيف انت يا اكيب كيف انت يا مدرمين جاي تعمل تفتيش انتو عطوا بعضو مصريات انتو مرتشين انتو كذا بمجارب ما قلنو جاي نتقولول ان احنا جاي نعمل تفتيش عن كون يعني فاسدين فاسدين مرتشين الى اخره هذا الشي بيحزن صراحة شي بيحزن هذا اكيب عم يشتغل اكيب هذا بصحتنا بصحت ولادنا ولادنا عم تربى بجارديريات وانتو عطوا ترقبوها وتقولوا ان احنا جايين نرقب كون لك ايا ضمير بيحمل هدا الموضوع ايا انسانية وين الانسانية اللي عنكن وين الانسانية اجت هي حضرتها هون زبطة الجارديري وعم نتكلل لازم بطرقة قانونية وزبطة الولاد حتى هني تجي وزارة الصحة تجي تشوف انو كل شي قانوني كل شي بجنن والولاد ما بيعرفو يعبرو عنها عن اللي عم سير معهم ايا اولاد بده تعبر اذا العمار اللي هي بتكون بتبلش من اي عمر لأي عمر بالجارديري؟ لا يعني هيدا الصف اللي اتعرض للعناف معك معك انا ابني وعد بلش جارديري كان بيعمر خمس شهور وقت حطيته بالجارديري هون يعني بكيك من تسع شهور عشر شهور يعني اعلى امر يعملو سنة وثلاثة شهور من من شهور تسع شهور المهم مش هان الموضوع يعني ما بيعرفو يعبرو عن حالهم من هي وزارة الصحة لاز بكون مسؤولة تابع بشكل مفصل ولدنا الحضانات السيدليات كل شي بيخص وزارة الصحة وينكن وشارط الشؤون الاجتماعي كذلك الامر حكيني هون ما في حدا على السمع ده اينالو ما في حدا على السمع ده ادي لك يتسعى بعضهم بس نزل على السوشيال مي ده بصيروا يركدوا بصيروا أسرع مع اي 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 انا الي بد نحكي معهم تايجوم لي هون قابل ما اتسعى السوشيال مي دا قبل ما يتوسعوا الموضوع يججي الشخص اللهم يعمل عش بيت تيخدونوا على الحبوسات وبعدين عشوى السوشيال مي دschاو مي دي أد ما بتكون معا عنا مشكلة بس اول دولي تاخد اجرااتها الدولي ما بتتحرك الاول ما تجل تحت ضغط الاعداء الا للتحت الاعقد الا promo هي تتحرك وينس شو هالبلد اللي عايشين فيه شو هالزريبي اللي عايشين فيه شو هالزريبي صراحة انا يمكن عم بحكيك هلا شوي ببروت احصاب بس مبارح يمكن فجارة وخربنا الدنيا وما هدا هل صحيح انهم هجموا على بيته وضربوه للمرأة لا لا مش عبايته مش عبايته حدا من بعض الاهالي اللي عم تنعتوا وليد وقال شي عم تقلوا عم تقلوا عم تقول لابنه حداش ازا شفت ابنك عمين ضرب مية بالمية عمل لك شو صار اه نحنا اول شي نحنا انا كنت نازل واضرب وعمل وشيل وحط بس بدي شيب ابني وولاد موجودين هون انا ازا زلت ترابطة وغربت الدنيا وراه والولاد الموجودين شو بيصير فيون ما انا بدي اخد ابني اول شي بدي اخد ابني اول شي وبدي احمل اولاد اجي ابعت وراه الاهالي وهيدا اللي عملتوا ببيتي بعت وراه الاهالي كل حدا هكاكو عايصير مع اولادكن تعاو جيبوا لكم من القردية بدور صرنا حتى ما يشتلقوا عشي كل حدا جيب ابنو جيب اخر شي هاي المرة اللي عم تخبرنا عن الفيديوهات اللي هي وعتت لي ايون وكذا وإلى اخر هي وعم اخبرنا شو صور بالكاردير وعم تقول له لها اهلو لاشاربيلي اللي هو تنعتو بالاخراص هي هاي هاي الي السفاحة تقول له يااخراص هون ساعتها الزلمة مات في تحمال وكذا واجعوا وبلش فيها لقطل اه دربة يعني المهم مشاهدي كما نطل الدام قال لي ما نزل الدام وقال له كنت하다 انطل التلحقت وتبقت فيها نزل الدام وقال لي ما نزل الدام هل هناك فيديوهات لها الموضوع؟ لا لا اعطي انا فيديوهات لها من اللي صورت هذه الفيديوهات تعنيفها؟ هي مادام مارا كانت تشتغل هون ما بعرف شو وزيفتها بالضبط صراحة انا جيت الصبح نزلت ابني عالجار ديري وانا وطالع انا ومادامتي اللي بتوقفنا مارا هون فوق بي بتطلع عجنب هي غرضة تحمل اطفال كرمالها كانت عم تصور انا هاك اعتبرت انا هاك اعتبر ما بعتبر شي تاني اذا الدولي بتتصرف شي تاني ها بوضو بي خص الدولي انا بالنسبة لقالي خدت حق اه من هايدي المرة يعني اذا المرة مغلطة بشي محل معين انا بعتبر ما عنده غلط لانو مجرد ما انو عطيتني هالفيديوهات وصلنا لها النتيجة هايدي يعني هي اشتغلت صح هادا هايك انا بعتبر لانو هاي قلتلي وحلفتلي انو انا عم بامول هايك ازا انا طلعت اخبارتكون انو انو انتو الولادتون عم يتعرضوا للتعنيف جوا وما معي شي وما معي مساندات بي ايدي وما معي فيديوهات كي باكن تصدقونه وصراحة مش حنصدقها لانو نحن نعتبر انو هاي مكحشينا من القرديري او الى اخره مش حنصدقها وما في شي اسبات بي ايدها هي عملت اللازم ممكن طلعت زكيه ما بعرف سورت وبيان تصوير يعني بالمخفي وكذا و الاخري سورت جمعت هالفيديوهات ووقت صار اللازم طلعت وفشت الموضوع وقلت لنا ياه ولو ما قالت لنا بعد وابننا بولادنا هون وابنها بنتي هلا جييني بنت عطيق بعدها كمان لح بدي جيبها لهون كنت ما في مشكلة يعني كل شي تمام اليوم سؤالي لك اليوم الاهالي بشو طالبوا باي عقوبة تلحق بهدي المعنف هل هي هالمعنف مريضة نفسيا ممكن هدا الشيش فعله مثلا بمطرح من المطاريح اذا مريضة نفسيا اكيد ما بيحقلها تعمل هيك يعني بس انا عم بسأل كل الاسئلة إذا مراكano معك بهذا الموضوع إذا mill عندي مريضة نفسيا لو اصل صحة يجدت كشفت عملت عشو كشفت مهيو كل loot لم اكن كشفت المعلومة عنده شهادة أو لا لم ينحن انا معلمة لم يعرف على الله إذا المعلومة عنده شهادة لماذا گعierten كشفتنا لو اصل صحة انا عنده شهادة اخدي بس التيتشر كومان ال 찾zu اخدي انها افضل معلمة لم اعرف بأي مصابع يعني صراحة لم يعرف إن الصحة عنده شهادة ٠٠٠٠ٓ الشغ العteenth التاني الدولي انه اجي تكشفت على المعلمة اذا عنده عقدي نفسية او لا الدولي انا انا ما بينلي انا هاللحظة هايدي بتجي بتستقبلني بتاخد ابني منه مني وانا بحمل حولي بروعة بيتي ما فيك تضلك مرائبة يعني وانا لو مرائبة كنت بترعب ببيتي وبخلي ابل انا وعالتي ببيتي بشو طالب الاهالي باي عقوبة نحنا عم نطالب باقصى العقوبات لهايه حتى تربي تي تربي من وراك كل الجرديريات انا ما بحمل ضميري عالجرديري مين حدا منيح يمكن الجرديري منيحا انجرديري مش منيحا ما بدا نعمم بالكل بس بالمبدأ الشي اللي صار هوني الظاهر شي والباطن شي تاني الظاهر حبيب قلبي وعيني وروحي وحبيب قلبي وكل حياتنا انت والدني كله وشفتوا من جوه شوفيه ما بقفين انا نوسى ابي حدا ما بدي عمم انا ما بدي عمم مع محمل ضميري تعمم بس ما بقف السياة طالب الاهالي بعقوبة شوة تنعدم مسيحة الشوهدة ووما كان تنعدم تنحد بزريبي هايدي حيوان انسان هيدي مرة انشالت من انسانيتها. ما بقى عندها انسانية. الانسان بس تطلع الانسانية منه. يعني هدا بطل الانسان صار حيوان. والحيوان وان بيتربى? بزريبي بيقافز بيزربوا عليها بيربطوا بيشدازير وبيربطوه. هيدا هو. هيدا التربية اللي لا لا. ما في حال تاني. ما في حال تاني الا هكتا تتربى ازا شالت الانسانية منها. وتصور بعد بديلك اكتر من هيك. ولاده بيجو معنا بقى على الجرديري اللي عنده ولادنا لهون. ولاده عم يدربو لنا ولادنا. عنده ولاد كمان. ولاده ما قدام ولاده عم تتصرف هيك. عم تد. ولاده عم يدربو فيه فيديوز. ولاده عم يدربو لنا ولادنا. طب كيف هيدا. التهيجانات على ولاده اكيد. اعتملك. ولاده كمان مساكين وضحايا. يعني ازا مره مره. بتعمل هيك قدام ولاده. عم تدرب ولاد. عم تعنف ولاد قدام ولدها بقى في شي انساني في شي جويتا في قلب ما بقى في شي صارت حجر صارت بلاطة صارت حيوان الحيوان هو عنده غريزي ما عنده قلب حال تدخلت بعض الوساطات السياسية وطلعت هيدا المخلوقة شو رح تعمله كأهالي إذا بعت كل هالشي اللي صار لح يكون في قلب وساطات روح الدولة تحرق حالة بشي مطرح خلاص شو ما صير هيدا الجردوري متل معرفته شو ما صير هيدا الجردوري برأيك شايف هون يتسكري بالشامة الأحمر ونحنا من طالب ما بات نفتح أبدا نهائيا لأنه تبين في فشل زريع بالإدارة وبالجردوري كله في فشل قديش نسبة الثقة اليوم بالجردوريات عند هود الأهالي اللي كانوا هون اليوم وانه بعد يوسعوا يحطوا أولادهم بالجردوريات برأيك انتي عتسألني هلأ بهاللحظة اللي لحظة الغضب اللي نحنا فيها انا هلأ إذا بتلي بروح فجرهم كلهم انا ما بدي عمي انا ما عم بحكي عنهم طريقته هلأ بهاللحظة أنا ابني بالبات ما مستحيل هلأ بهاللحظة إخدوا عجردوري ما في 1990 emeb وانه حط إبننا كيبنا نروح على شغل نترك إبننا بالبيت شو بود提 م determined صراحة بعد مهما ما في هدف ما في ما في عنا شي معえ نقدر نمشي في لأنه فجأة انصار معنا الموضوع مثلا صدمت عمرنا وهاك صار مثل ما شفتوا كل ياتكم أكيد داركم وداركم بأشغالكم كما بكل شي بسيتنا بسيت ولادنا بنفسيات بكل شي دارنا أكيد أكيد شكرا لك بير موسى أحد أهالي الضحايا والحمد لله على سلامة ابنك والله يحفظه ويحفظ كل أولاد العالم طبعا هيدا الموضوع مطالب اليوم على الوزارات المعنية وزارة الصحة بأنه ترائب نفسيات كل هؤلاء الأطفال يلي هن تعرضوا لهذا التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي مطالب وزارة الصحة تشوف كل طفل بتفلوا على نفاقتها الخاصة تشوف صحته النفسية وتشوف صحته الجسدية خصوصا الولد اللي تعرض للضرب على الراس والبنة اللي اختنعت واللي كانت عم تخنقها يلي سميها الأهالي السفاحة طبعا نحن بدنا ننقل شو عم بيقولوا الأهالي رغم أنه هيدا الموضوع ما في موضوعية فيه وما فيه تجرود شفنا معتدي ومن الموضوعية أن نقول أنه هيدا الإنسانة معتدية وعلى مين على أطفال لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وزارة أشوان الاجتماعية أيضا مطالبة وأيضا السلطات الأمنية مطالبة وأيضا السلطات القضائية مطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدية تجني الحلو أو تجني الخوري الحلو أو الحلو خوري ما بعرف شو عيلتها المهم اسم كبير وطلعت بالآخر تعتدي وتعنف الأطفال ومطالبة أيضا كل القوى السياسية بعدم التدخل لدى القضاء لأنه نحن نعهد بحسب التجربة بأن القوى السياسية أو التتدخل لحماية الوسخين والمعنفين والمجرمين بكثير من الأحيان نأمل أنه هيدا المرة ما حدا يتدخل وبأنه هيدا المرة تنال العقوبة اللازمة وبأنه تفرد إجراءات جديدة على كل حضانات الأطفال في لبنان لأنه ثبت بأنه هيدا الحضانة ليست حضانة للأطفال ليس هناك حضن للطفل الذي يتعرض إلى مثل هذا العنف الذي رآه كل اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي إذن مطالبة كل الحضانات بأنه تحط كاميرات حتى الأهالي يراء بولادهم تكي بتكي ولحظة بلحظة لحتى يقدروا أو تتسكر كل الحضانات لأنه تبين حجم النفاق بمعاملة الأطفال من هيدا الجاردوري يلي نأمل أنه كل اللبنانيين يتذكروها وبأنه ما ترجع تفتح إلى يعني ما ترجع تفتح أبدا إذن هيدا المستجدات المتعلقة بإقفال حضانة جارد رافبي الجديدة ولا تزال المعنفة موقوفة وأيضا مديرة الحضانة موقوفة أيضا كمان الضحايا مش هن الولاد المعنفين أيضا ولادة لهيد المعنفة هن أيضا من الضحايا يلي كانوا عم بيشوفوا تعنيف أمهم لأطفال آخرين هن ما بيعرفوا ومش مدركين ماذا يفعلون تجاه الأطفال الآخرين شكرا لكم ولمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر